السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وارحب بكم من جديد الى كلام طيب واطيب الكلام دوما هو كلام الله رب العالمين جلع له نحمده تعالى ونشكره ان وفقنا وياكم للنظر والتأمل في كتابه سبحانه وما زلنا مع النظر والتدبر في سورة يسين وقد قطعنا فيها اشواط تحدثنا في الجزء الاول عن الخطاب الموجه لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليؤكد بان هذا النبي مرسل من عند الله يا سين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين قسم بالقرآن الكريم ان سيدنا محمد لمن المرسلين وهو على صراط مستقيم على المنهج القويم وان هذا القرآن ليس اختلاق ولا افتراء وانما تنزيل العزيز الرحيم وتعرفنا على السراع الذي كان بمكة المكرمة بسبب كفار ومشرك قريش في الجزء الثاني تعرفنا على حدث وقع في بعض البلاد العربية في عهد سيد بن عيسى بن مريم المسيح وهي ما يسمى بمدينة انطاكيا في الشام في الحدود السورية والحدود التركية وهي المقصود بقوله تعالى واضرب لهم مثلا اصحاب القرية ات جاء اهل المرسلون اصحاب القرية هي انطاكيا وتعرفنا عن ذلك الرجل الذي قام داعيا الى الله رغم ضعفه ورغم فقره ورغم مرضه ربنا اللامه الصواب والشجاعة والاقدام وقام ناصحا لقومه وجاء من اقصر المدينة رجل يسعى انه حبيب النجار الذي قتل قتلا شديدا ولكن ربنا سبحانه وتعالى ادخله الجنة دليل هذا الرجل لم يكن عنده علم كثير ولا فق غزير وانما كانت عنده الفطرة السليمة وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون كان عنده علم قليل ومعرفة محدودة لكنه عنده فطرة سليمة قوية وتعرفنا فيما بعد ايها الاحب الكرام عن الايات المبتوطة في الكون ربنا عز وجل لما انتهى عن الكلام عن الكتاب المقروء هو القرآن سينتقل الى الكتاب المنظور وهو الكون ويتحصر مولانا على العباد لماذا غافلين عن القرآن المكتوب وعن القرآن المنظور يا حصرة على العباد ما يتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون ثم سيحشر ربنا سبحانه وتعالى الايات الدل على وجوده في الارض وفي السماء وفي البحار وآية لهم الارض الميتة احييناها واخرجنا من حبا فمنها يقولون الى ان يتكلم ويقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ثم ينتقل علم البحار وآية لهم ان حملنا ذرية في الفرك المشحون تحدث عن كل هذه القضايا وسرد ربنا بين ثناء الايات اعجاز علمي سبق كل المعارف وهي قضية الشمس كونها هي مركز الكون ام انها تجري حول الكون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وتوقفنا ايها الاحب الكرام عند الاية ستة واربعين من سورة يسين تعالوا بنا نقرأها نتأمل معانيها ثم بعد ذلك نطلب الله تعالى ان ينفعنا بما فيها من بركات يقول سبحانه وتعالى في تتمة سورة يسين التي هي قلب القرآن ابتدأ من الاية ستة واربعين قال وما تتيهم من اية من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين واذا قيل لهم انفقوا مما رزعكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخدهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في السور فاذا هم من الاجدات الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ضلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افوههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا السراط فانا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق افلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم نكس في بيد القدر من سورة يسين الذي يكون وحدة فكرية ومنهجية وتوجيهية في هذا المقطع من سورة يسين ربنا عز وجل يقول وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كان عنها معرضين ربنا يستعرض صنفا من الأقوام أقوام إما متشككين وإما ملحدين وإما مشركين وإما غافلين فئة من البشر لا يريدون قطعا أن يخضعوا لأمر الله ولا أن يستقيموا على طريقته رغم أن الله سبحانه وتعالى قد ساق لهم كل الأدلة والبراهيم جاء بالأنبياء وجاء بالمرسلين وأنزل الكتب السماوية ومع ذلك لم يؤمنوا ثم جاء ربنا عز وجل يلفت الأنظار للآيات المبتوتة في الوجود في الأرض وفي السماء وفي البحار والأشجار وفي الأجنة وفي كل شيء الكون كله يشهد على أن الله تعالى موجود وله العبودية وله الخضوع سبحانه وتعالى ولكن رغم كل هذا ربنا قال وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين تأتي الآيات آيات كثيرة شرق الشمس من مشرقها وغروبها في مغربها كل يوم بانتظام هذه آية آية دل على وجود الله تأمل بالله عليكم أيها الأحباب غدا صباحا تأملوا في شروق الشمس هذا الكوكب العظيم الجليل كيف يقوم في الصباح الباكر ويشرق وغادي بنظام وانتظام وتبعو الحركة دوارا الشمس حتى تصل إلى الغروب أليس هذا في حددته إعجاز أليس في حدداته هذا أمر يدل على إبداع الخالق لكن كما يقال العادة تولد البلادة اعتدنا أن نرى الشمس تشرق وتغرب وتبلد حسنا لكن لو تدبرنا وتأملنا حركية الشمس والقمر والنجوم والكواكب والبحار في المد والجزر كل شيء آية يدل على جلال الله وعظمة الله ولكن ربنا يقول وما تاتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين لهذا ربنا بين الفين والأخرى يرسل العقاب التاريخ البشري مليء بعقاب إلهي كل مرة يأتي في شكل وفي لون وربنا قبل أن يرسل العقاب ماذا يقول يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ثم بعد ذلك ينتقل ربنا سبحانه وتعالى إلى مشهد آخر مشهد التضامن الاجتماعي ربنا حينما خلق البشر جعل فيهم الفقراء والأغنياء وجعل فيهم الحكام والمحكومين وطلب من الحكام والمحكومين أن يقوموا بالديمقراطية أن يكون هناك إنصاف وعدالة وطلب بين الأغنياء والفقراء أن تكون هناك تضامن اجتماعي وتكافل بين الناس ربنا عز وجل حينما يعطي الرزق يعطيه للجميع لكن يفوت يعطي لهؤلاء أبعاف المضاعفة ويعطي لهؤلاء قلة لكي يختبر هل هؤلاء الفقراء سيصبرون أم لا وهل هؤلاء الأغنياء سينفقون مما أعطاهم الله أم لا كل مبتلى وكل هو في اختبار فيقول ربنا عز وجل وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزعكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضضال مبين حتى في النفقة هؤلاء الأغنياء لأن قلوبهم قد طبع عليها بالكفر إذا قلت لهم أنفقوا على الفقراء أنفقوا على المحويج أنفقوا على المساكين ماذا يجيبونك مادم الإله قد قسم الأرزاق هو أراد أن يراهم فقراء ونحن ما مادنبنا وما مسؤوليتنا خالقهم أراد أن يراهم فقراء ومحتاجين فنحن لا شأن لنا بهم لا ربنا عز وجل لجعل الفقراء والأغنياء ليبلوا بعضهم ببعض يبتلي الأغنياء هل سوف ينفقون ويعطون من فضول أموالهم وهل الفقراء سيصبرون ويحتسبون لأن كل واحد منهم في اختبار فلما يقع الجدال قال ربنا عز وجل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين عادة المشركون والكفار والمتشككون والملحدون والمعرضون وكل من في قلبه شك دائما يستبعد القيامة ويستبعد الموت الإنسان يظن أنه خالد قد تجد الرجل عنده سبعين سنة ثمانين سنة وما زال يفكر مخطط 2030 2040 2050 سوف نفعل هناك مدى طويل في العمر طبيعة الإنسان يظن أنه خالد وينسى بأنه العمر قد يكون قصير جميل أن الإنسان يفكر تفكير مستقبلي يخطط يبرمج له وللأجيال المقبلة هذا مطلوب وهذا يؤجر عليه صاحبه لكن هنا ربنا يتحدث عن قوم لا يخططون للمستقبل من أجل الأجيال المقبلة وإنما هم متشبتون بالحياة ويظنون أنهم خالدون فلا يحب أحدهم أن يحدثهم عن الموت أذكر مرة كنا في إحدى المجالس مع بعض الناس أترياء فقام أحد فقهاء ما شفاقي غير شوية شباركة يلدين وبدأ يتحدث عن الموت وملك الموت هم يوقفوا لي قالوا سكتنا ما تذكرش لنا الموت كي يخافوا لأنهم في نعيم وملك ذكرهم بالموت وقالهم هناك القبر وغمته القبر وظلمته أو دي سكتنا هذا الكلام ما تقولش لنا هم نبغينا الحياة هم أكبر في السن سبعين اثمانين سنة يحب الحياة والإنسان بطبعه أنه يحب الحياة لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصين ويقول تذكروا هادما لدات لأن الإنسان لما يعلم بأن هناك الموت يعتبر ويرتدع ولا يعمر قلبه بالدنيا فهؤلاء خصوصا المشركون والكافرون والملاحيدة وغيرهم إذا قلت لهم بأنه سيأتي موت وبعت نشور يرفضونه يقول لك لحنا الحياة الدنيا نعيشها طولا وعرضا وللأسف الآن العالم في 8 مليار العالم كم عدد الملحدين في العالم هناك دراسة مخيفة تقول بأن حوالي حوالي ثلث ثلث ساكنة العالم بغير دين ما عندهم دين ثلث سكان العالم والثلث الآخر عندهم شك هم في غفلة يستمتعون مرة يقول كين مرة ما كينش والبقية اللي هم مؤمنون إيمانهم يختلف بين من يعتقد اعتقاد صحيح أو اعتقاد فاسد فهكذا تاريخ البشرية كله وربنا عز وجل يلفت الانتباه لهؤلاء المتشككين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ام تغجل قيامة احنا سينين احنا كنسمعوا عد كل قيامة ما كنا لا قيامة نوالو الناس عيشين كيموتوا ويحيون ويموتون ويحيون إن هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع لكن الله تعالى يجيب فيقول ما ينظرون إلا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون القرآن الكريم يرفع الستار عن مشهد مرعب من مشاهد يوم القيامة الناس يكونون في حياتهم كالعادة يبيعون ويشتلون في الأسواق والناس في المطاعم يأكلون والناس في بيوتهم يصمرون والأزواج مع زوجاتهم والأبناء مع أبائهم هكذا مشهد البعث الناس ما غد يكونوا حاسين مضنين حتى غد الصيحة صيحة يأمر الله عز وجل الملك فيصيح صيحة يمد بها مدا ويطولها طولا ويقويها قوة صيحة واحدة هذه الصيحة لا أحد من الأحياء يستطيع أن يتحملها طبلة الأذن لن تتمزق كلية وتصل إلى القلب فتقتل هذا هو القيامة البعت والنشور ما ينظرون إلا صيحة واحدة واحدة فقط ربنا ليس محتاج إلى جيوش وإلى ترسانة عسكرية وإلى مراحل من أجل الاقتتال ربنا على كل شيء قدير إذا أراد أن يفني العالم غير محتاج بأن يرسل إلينا مرة طاعون ومرة فيروس ومرة مجاعة ومرة حرب عالمية لا غير محتاج سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقبض أرواح الخلق كلهم في لحظة مجرد إعلان يأمر ملك أن ينفخ إذا هي الصيحة واحدة فإذا هم خامدون الكل فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأقوام الذين تقوم عليهم الساعة هم الشرار الخلق والعياد بالله حتى أن الناس يكونون في بيوتهم ويكونون في أسواقهم ويكونون في حياتهم العادية وفي لحظة من اللحظات يأمر الله عز وجل إسرافيل ملك عظيم وخيف يأمره فينفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها فلا يبقى أحد على وجه الأرض في الحياة فلا يستطيعون توصية حتى واحد ما يجمع ولاده والزوجة دياله يقولهم أجن أوصيكم أجن قل لكم راني مودع راني عندي ديون عند فلان وعندي حقوق عند فلان وأوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بأن تتراحموا فيما بينكم وأوصيكم بأكذا وكذا ما في توصية يعني مجرد صيحة واحدة الكل خامد كيتمنى الإنسان يريد جنيش يموتع بحل للآباء والأجداد ملك يحب الله العبد المؤمن كيعطي في الأول واحد المرض ودهك المرض كيخلي طريح الفراش وكيبقى أسابيع أو شهور هو في الفراش والعائلة يطببونه ثم بعد ذلك يقولهم الطبيب لا داعي للعلاج وطرقه يستريح وكيجوا لعائلة والأحباب وكيتمتعوا فيه وكيشوفوا الصورة دياله وكيتكلموا على أيام زمان وكأنهم يودعونه وهو يودعهم ثم كيوصل الزوجة دياله كيوصل الأولاد دياله وكيشبله فيه نظر وكيدوز واحد الأيام كيبدأ كيقل كيقل وهو يحتضر يحتضر ثم يموت هذه وفاة جميلة هذه وفاة متميزة هذه وفاة رائدة ربي لحبنا يعطينا بحالة الوفاة كي يموت الإنسان بالعائلة وبالأحباب وشبعوا فيه نظار وشبع فيهم نظار ومن بعد أوصهم ومن بعد دعوا معاه واعتنوا به ثم ودعا ثم انتقل هذه متى رائدة متمثالية أما المتكد كلمة الله تعالى هذه اللي هي إلا صيحة واحدة كتسمى مدد البغتة آبات مصبح في اللحظة كيبغغير يوصي ما كلقواه صية كيبغغير يشوفوه كلقواه تحت الأقبر والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية كاميرا القرآن العظيم تنتقل من هذا المشهد إلى مشهد آخر انظروا إلى أسلوب التصوير الفني في القرآن الكريم القرآن الكريم في آياته وكأنها فيلم سينماء حقيقي وقعي تنتقل الكاميرا من الماضي إلى الحاضر ثم من الحاضي حاضر إلى المستقبل القريب ثم إلى المستقبل البعيد هنا كاميرا القرآن سوف تنتقل طبعا القيامة لم تحصل بعد ولماذا ربنا يحدثنا عن القيامة وهي لم تحصل بعد لأن الله تعالى ليس يحكمه زمان ولا مكان نحن البشر بالنسبة إلينا القيامة لازلت بعيدة جدا لماذا لأننا محكومين بالزمن هذه اللحظة عندنا حاضر والأمس صار ماضي وغدا المستقبل نحن محكومين بحركية الشمس والقمر وبمرور الزمن وبقياس المكان لكن الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان وخالق المكان وخالق الشمس والقمر لا يحتويه لا زمان ولا مكان ربنا ما عنده ماضي وحاضر ومستقبل ربنا ينظر في لحظة واحدة لكل تاريخ البشرية من أوله إلى آخره هنا القرآن العظيم سوف تنتقل الكاميرا فيه إلى يوم القيامة فيقول ونفخ في السور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون مشهد مخيف ومرعب إنه يتحدث عن البعث وعن النشور يوم القيامة الناس لما نفخ في السور كلهم صاروا تحت الأرض صاروا تراب وصاروا أموات ومنهم خصوصا المشركون والمتفيهقون والمتفلسفون الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا كانت لقى تحت الأرض يقول إننا نتهمين من الدنيا نحن الآن سرنا تحت التراب في القبور لم يكن يتوقع في لحظة سيأمر ربنا سبحانه وتعالى الملك فينفخوا في السور نفخة هذه النفخة تسمى نفخة البعث والنشور ونفخة في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون أن يخرجون من قبورهم وهم ينسلون وكأنه بحل السيل البشر يخرج من القبور ديانه مش دولة احنا لا تبنيت الملياق يبدلنا كثير راه العالم منذ أن خلق الله آدم إلى قيام السحة راه ملاهير ديال الملاهير ديال الملاهير ديال البشر وانظروا إلى الأقوام السابقة التاريخ القديم غير الحديث والمعاصر والتاريخ الوسيط وش حال ديال الأمم وديال الأقوام وديال الظلم وديال سفك الدماء وأيضا ديال الصلاح وديال الخير كل مجموع الناس سيخرجون في وقت واحد في لحظة واحدة فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون هذه اللحظة الحاسمة الخروج من القبور والناس بحلود كسين منه المياه أو العرق حينما ينفجر ويسين منه الدم فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا الخطاب موجه للكافرين المشركون المتشككون ما كانوا يظنوا بأنهم سوف يبعتون يبدأون بالولولة يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا سوف يسمى القبر مرقد القبر أيها الأحباب الكرام يسمى مرقد المراقد هذا الكلام يقول الشيعة مرقد فلان مرقد فلان فعلا كلمة صائبة القبر مجرد مرقد وحدنا أستمع كيتسنا لابال غيتسنا النداء ثم يقوم إلى رب العالمين اسمى القيامة من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كانوا يكذبون الرسل وكانوا يستهزئون بهم الآن قالوا صدق رسول الله وصدق نبي الله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون صيحة تانية أو ما ثلاث صيحات صيحة الأولى الكل سوف يموت والصيحة التانية الكل سوف يخرج من القبر ينسدون والصيحة التالتة الكل سوف يكون واقفا مثل الجنود في المعسكر الكل واقف بحل تلاميد أمام المدرس أو عساكر في تكنة عسكرية لما يتم التصفير الكل يقف هكذا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وهنا تنتصب أول محكمة محكمة هذه محكمة ليست محكمة بشرية هذه محكمة ربانية رئيسها هو مالك الملك هو رب العالمين ما في محامين شطار ممكن أن يدافع عنك لن تنتظر مكالمة من طرف مسؤول في جهاز له حساس قد يتدخل ويخفف عنك الحكم أو يبدل ما ينفعك أموال تعطيها رشوة لكي يغير الحكم أبدا ما فيش ربنا يقول فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون هنا لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم اللي درشي ظلم هنا رب طلب الله السلام والعافية المؤمنك يسمع هذا الكلام يقول دابا 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 أتخلص من حقوق الناس واللي اظلمت مش نطلب من المسامحة قبل أن يأتي هذا اليوم وقد يأتي في أي لحظة إن تتيكم إلا بغته ثم ربنا سبحانه وتعالى اسمه اللطيف الكريم الرحمن الرحيم سيحول مشهد الكاميرا من مقر البعت والنشور الحساب إلى مقر الجنة وما أدرك ما الجنة الله تعالى يبشر العباد المؤمنين يبشر الصالحين والصالحات يبشر الذاكرين والذاكرات يبشر الصابرين والصابرات سعداتكم هنيئا لكم ماذا يقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم الله هذا المشهد عجيب ورائع كاميرا القرآن الكريم تحكي لنا ما الذي سوف يقع أن فئة المؤمنين الصادقين يدخلون سمهم ربنا أصحاب الجنة يعني الجنة هي هي ملك لكم أيها المؤمنين والمؤمنات لي عندوا أزمة سكنية اليوم يقول لي أنا ما عندي سكنة غير كاري ولا عندي سكنة اقتصادي مهدد بالانهيار ولا عندي ظروف سكنية قاهرة قل لي شوف رب حال بحال اللي عنده قصر مشيد واللي عنده بركة رب حال بحال لأنها غير مدة قصيرة ونرحل اللي يبقى فيك الحال هو تضيع مقامك في الجنة هذاك فعلا يسمى يومه تغاب غد شعب الغبينا أما في الدنيا بحال 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 لي عنده سيارة فارهة بحال لي عنده سيارة عادية رب عطر رويد كلهم غادين بحال 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 لي عنده غير دراجة عادية أو دراجة نارية أحسن منهم اللي كيمشى إلى الجليه رياضة وأجر وتواب كله في الدنيا لا يهم بنتك الزوجات الله يبارك الطلقات ما تخمن فيها ما تزوجت أصلا لا يهمك شيء أي شيء في الدنيا لا يهمك خدمتي الله يبارك طردك من الخدمة رب يعوض ما خدمتيش أصلا قتع عطل وبعدين ولا قبلين كل شيء سواء الدنيا لا تغرك ما تفرر حك بزاف وما تخلعك بزاف خد غير باللين هي أصلا لا تسوي شيء لا تسوي عند الله جناح بعوضة الربح الحقيقي والخسران حقيقي مشي في الدنيا في الآخرة هنا ربك تكلم عن الفائزين عن ناجحين إن أصحاب الجنة اليوم في شغلين فاكهين فاكهون الشغل هل هناك في الجنة شغل؟ أي نعم الشغل حد الدنيا العمل أبونا آدم لما كان في الجنة كانك يتنعم ومن لنزل الأرض قال الله تعالى كل من تعاب يدك ومن عرق جبينك عقاب لآدم عليه السلام وذوريتي في الدنيا أنهم لا يأكلون إلا بشقاء وتعب وكد وحواء رب عز وجل تعالى عقاب ليش نوع أنها تحيد تحيد كل شهر وأنها إذا حبلت لا تلد إلا بتعب شديد كيجيها النفاس وكيجيها الوجع وكيجيها الوحم وإذا وضعت كيجيها وحد المدد كل هذا عقاب لحواء بالولادة ولآدم بالكسب هذا الشغل يخيد آدم والرجال كلهم في الجنة ما عندهم شغل ما كيش تعب كينا غير ما تديد كوكول ما تديد كوهز والنساء في الجنة ما عندهم لا حيض ما عندهم لا نفاس ما عندهم وجع غد يكون غير النعيم المطلق إذا ما هو الشغل الذي عند أهل الجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون معنى فاكهون يتنعمون يأكلون ويشربون احتقلوا بعد العلماء شغلهم سماع الأوتار سماع الأوتار يعني الغناء والمعازف أجمل الأصوات ومنهم من قال وافتداد الأبكار يعني نعيم وغير ذلك من الفواكه والطعام والشراب إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم الراجل الراجل هو مراته طبعاً كي يقول لواحد ربما مقلق مع مراته في الدنيا ولا ما عاجباش ولا هو ما عاجباش وشي ما عاجبش هذاك مش مشكل في الآخرة الله تعالى يعيد الصورة والخلق وكي يجعل أجمل رجل في الجنة هو زوجك في نظرك وغير ذلك يجعل الله تعالى أجمل إمرأة في الجنة هي زوجتك في نظرها وغير ذلك تكون واحد الألفة حقيقية وينزع اللهما في القلوب من حقائد أحقاد وضغاء كلها تزول كل رجل مع زوجته وكيف تخربه يقول الله جوجتي أجمل نساء الكون حتى إن المرأة المسلمة تعدل تمانين ألف حورية المرأة المؤمنة أفضل عند الله تعالى وأفضل من تمانين ألف حورية من هم الأزواج هم في ضلال على الأرائك متكئون الله رحلة سياحية الزوج في يده زوجته ويسيرون على الضلال ضلال الجنة على الأرائك حل بغصول وقال فوق الأريك ديالو متكئون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها لهم فيها فاكهة فاكهة هنا قالك العلماء كل ما يخطر على بالك من أنواع الفاكهة عنب وتفاح ورمان وموز وقص على ذلك لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون حتى قالك ما يدعون حتى الخمر الخمر مباحة في الجنة خمر متعتقه خمر طيبة أنهار من خمر لدت للشاربين ثم تجمعات تجمعات ما فيها فيوريس كورونا ولا فيوريس إيبولا ولا أي شيء الناس فارحين مسرورين غاية النعيم كل الشقة اللي كان في الدنيا أزمة اقتصادية أزمة سكن أزمة نقل أزمة تحليم أزمة انتخابات أزمة ديمقراطية هاتش كله نسيناه راح إلى غير عودة الجنة فيها نعيم ثم نعيم ونعيم وفيها لهم فيها ما يدعون لطلبها طلب اللي يبغيتيها حتى غاية يكونوا أهل الجنة جاسين في النعيم ودش عندهم عجيب في عجيب في عجيب فإذا بهم وحد اللحظة غاية يقف عليهم شكون مالك الملك رب العالمين غاية يباغتهم وغاية يقول سلام سلام قولا من رب الرحيم فحينما يسمعوا أهد الجنة أول كلمة غينتق بها الله تعالى في اللقاء مع المؤمنين والمؤمنات في الجنة أول كلمة غينتق بها مولانا غريبا بالسلام يقول سلام من القائل قولا من رب الرحيم حتى إن الأنظار كلها الأنظار تتجه إلى الرحمن فينظرون إليه نظرة عظيمة ويبقون لا يشغلهم أي شيء ما يشغلك لا زوجتك ولا الحور العين ولا الفواكه ولا أي شيء يتبقى الأنظار كلها متجهة إلى الرحمن سبحانه وتعالى والناس كلهم في وضع عظيم وجليل ينظرون إليه وينظروا إليهم فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما دام وينظرون إليه حتى قلن بالكريم ويبقون سينظرون إليه مدة طويلة حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم ثم ينتقل ربنا سبحانه وتعالى يقول وامتاز اليوم أيها المجرمون كاميرا القرآن ستنتقل إلى مشهد آخر إلى المجرمين من هم المجرمون الكفار المشركون المتشككون الملحدون اللاديميون ومن يفسدون في الأرض سماهم الله المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون امتاز فيها سخرية بمعنى يتميزون عن المؤمنين في موقفهم ويتعذبون إلى أن يقول ربنا عز وجل يتوقف هنا عن أهل الجنة وعن نعيمها وقد يرزع إلى الأرض الدنيا يخاطبون نحن الآن فيقول الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا أعبدوني هذا سراط مستقيم الكلام هنا طويل جدا لن أطيل عليكم نترك هذا إلى الحلقة المقبلة نتحدث عن أهل الدنيا وكيف يخاطبهم المولى عز وجل من أجل الاستقامة نكتفي بهذا القدر والفكرة الرئيسية أيها الأحباب الكرام ما هي هي أن العبد المؤمن عليه أن يستعد للقاء الله كل هذا الكلام ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يزرع في قلوبنا بدرة الإيمان وأن نستعد للقائه كان سيدنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ سورة يسين ويشرحها لصحابته المكرمين ماذا قال قال ألا هل من مشمر إلى الجنة ألا هل من مشمر إلى الجنة الصحاب حوله فقال لهم إن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور كلها يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سلامة وفاكهة خضرة وحبرة ونعمة ومحلة عالية بهية وصار النبي الكريم يصف الجنة بأشكال جميلة فقال الصحابة يا رسول الله هدي الجنة قال ألا هل من مشمر إلى الجنة ألا هل من مشمر إلى الجنة فقال الصحابة يا رسول الله نحن مشمرون لها نحن مشمرون لها فقال لهم قولوا إن شاء الله فقال القوم إن شاء الله فإن شاء الله أيها الأحباب الكرام نستعد جميعا لهذا النعيم الذي ينتظرنا إياكم أن تنشغلوا بمشاكل الدنيا بغلاء المعيشة إياكم أن تنشغلوا بغياب الديمقراطية إياكم أن تنشغلوا بفيريس كورونا إياكم أن تنشغلوا بأن ليس لك حظ في الدنيا إياك أن تنشغل بأي شيء اتركها على الله خليها ويا الله وسترى عجائب قدرة الله انشغل يوم لقاء الله انشغل بالعمل الصالح انشغل بذكر الله انشغل بالجد والاجتهاد بالبناء والتعمير خلي عندك ثقة بالله خلي معنوياتك كلها مرتفعة وسترى عجائق بقدرة الله اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى وإن شاء الله وبإذن الله موعدنا الجنة حيث الأوتار وحيث النغيم وحيث أحلى الأنغام وحيث المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وحيث أن الله تعالى يفاجئهم ويقول سلام قولا من رب الرحيم اللهم لا تحرمنا الجنة اللهم اختمنا بالحسنة واجعلنا من أهلك المخلصين المخلصين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين